أعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني التأكيد مرة أخرى على أن زعيمه مسعود بارزاني هو مرشحه الوحيد للرئاسة وبأنه سيبقى في منصبه وبكامل صلاحياته بعد انتهاء فترة التمديد لولايته في العشرين من شهر آب الحالي مفندا ما يشاع عن تولي رئيس البردمان الكردستاني يوسف محمد مهام البارزاني بعد ذلك التاريخ بموجب القانون تم تحديد متى يحصل الفراغ في منصب رئاسة الأقليم بشكل سيبقى معه الرئيس مسعود بارزاني في منصبه بعد ذلك التاريخ بجميع سلطاته وصلاحياته لحين الانتهاء من حل المسألة بناء على ذلك فإن رئيس البرلمان لن يتولى منصب رئيس أقليم كردستان على الضفة الأخرى واصل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاته وتم قبول الطرح الذي قدمه نائب الأمين العام فيه برهم الصالح مشروعا يتضمن قبول الاتحاد تمديد ولاية البارزاني لسنتين أخرين بشرط تشكيل مجلس يضم إلى جانب رئيس الأقليم كلا من رئيس الحكومة وممثلين عن الأطراف الأخرى لإجراء التعديل على الدستور الكردستاني وانتخابات رئيس الأقليم قدم الأستاذ برهم صالح مقترحات في مشروع إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وتم قبول هذه المقترحات من قبل المكتب السياسي كمشروع الاتحاد الوطني الكردستاني سيناقش هذا المشروع مع الأحزاب وفي ظل استمرار وتواصل الاجتماعات بين الأطراف السياسية في الأقليم جابت بعض شوارع أربيل ليلة أمس عربات ومصفحات عسكرية وصفها القياد في الاتحاد الوطني سعدي بيرا بالعمل الصبياني وبغير اللائق في هذا الوقت الصور هذا العمل هي عمل صبياني وغير مقبول لدى الجماعي ولدينا أيضا فنحن نحتاج إلى عمل عسكري والتظاهر العسكرية في جبهات القتال ضد الداعش لا على شوارع الرئيسية داخل مدينة أربيل يشار إلى أن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيتشيرفان بارزاني واصل اليوم اجتماعاته في أربيل مع الأطراف السياسية حيث التقى برئيسي وعضاء المكتب السياسي في الحزب الشيوعي الكردستاني للوصول إلى تفاهمات بشأن قضيتي الدستور والرئاسة يوسف المندلاوي الحرة أربيل